موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا نصط ضيف اليوم من قطاع غزة الباحث السياسي الأستاذ حمزة أبو شنب أهلا وسهلا بك أستاذ حمزة أهلا وسهلا بك وأسعد الله صباحك وصباح جميع المشاهدين الكرام أهلا بك توقع وزير الخارجية الإسرائيلي السابق إفكدور لبرمن شن حرب جديدة على قطاع غزة هذا الصيف أولا أستاذ حمزة كيف يمكن قراءة هذا التهديد في وقت يتم الحديث فيه عن هضنة طويلة وانتفاء أي مصلحة لإسرائيل بشن حرب جديدة على غزة أعتقد عندما ننظر إلى تشكيل الحكومة الحالية ننظر أن لبرمن شخصية غاء خارج هذه الحكومة هو يريد في مثل هذه التصريحات فقط للمزاودة السياسية لديه خصومة واضحة مع بن يمين نتنياهو منذ أن كان شريكه في الحكومة ويعتبر أن نتنياهو قد خدعه وقد ضل له خلال تواجده في الحكومة لذلك هو منذ خروجه من الحكومة حاول أن يتحدث أنه رفض المشاركة في الحكومة لأن الحكومة رفضت أن تتضمن ضمن اتفاقياته الاتلافية مع حزب اليوكود أنه تقوم بإسقاط حكم حماس ولكن ليس هذا السبب الحقيقي لبرمن كان قبل الانتخابات يتحدث أنه يريد أن يحصل على وزارة الحرب الإسرائيلية ومسموها وزارة الدفاع ولكن هذه كلها تصريحاته كانت استهلاك إعلامي لا يمكن أن نعتمد على تصريحات كتصريحات النائب الوزير الخارجي الأسبق لبرمن لأنه لا يشكل عمود فقر في الحكومة حتى في ظل تواجده في الحكومة ولو لاحظنا خلال عدوان 2014 على قطاع غزة كان لبرمن لا يدري ما يجري خلف الكواليس ولم يقم نتنياهو بإطلاعه على الكثير من التفصيلات وكان في أحد المرات خرج على شاشات التلفاز يتحدث عن بعض الاتفاقيات بصورة إعلامية أي أنه غير مؤثر إنما هو يحاول أن يضغط على نتنياهو كخصم سياسي له معارض ويريد أن يمارس دور المعارضة في هذا الاتجاه على صعيد الاحتلال والعودة مرة أخرى لقطاع غزة لم يعد قرار الهجوم على قطاع غزة هو قرار بيد حكومة الاحتلال أو أي من قيادات الاحتلال لأن قطاع غزة أصبح لديه مقاومة أكثر تطورا ولديه مقاومة أكثر قراءة للمواقف وأكثر تكتيكا الاحتلال حدما أعلن في عدوان 2014 كان يدرك بأنه قد لا يكون في مواجهة بهذا الشكل اليوم المقاومة هي التي تقرر متى يكون هناك مواجهة شاملة مع الاحتلال ومتى لا يكون اليوم المحذير لدى الاحتلال هو ما زال يجري تدريباته وما زال يحاول أن يرتب أوراق جيشه بعد هجوم على قطاع غزة عام 2014 نتيجة أداء المقاومة وذلك الآن التوجه لدى الاحتلال بات لديه قناعة أن لا يمكن إسقاط حكم حماس أو القضاء على المقاومة في قطاع غزة ككل ولا يمكن لأحد غير المقاومة الفلسطينية أن تستطيع أن تتعايش مع قطاع غزة لذلك هو يسعى إلى البحث عن بداء الأخرى هو كان تحدث بذلك قبل ذلك قائد المنطقة الجنوبية سامي ترجمان بشكل واضح في هذا الموضوع هم يعتبروا المقاومة هي عدو ولكن هذا العدو لا يمكن القضاء عليه لذلك تحاول الاحتلال تأجيل موعد المواجهة المستمرة ما بين المقاومة وما بين الاحتلال لذلك لا أتوقع صيف ساخن هذا العام لأن أيضا هناك بعض الإشارات وبعض الدلائل الاحتلال في ظل بعض الانفلات الذي حصل في قطاع غزة خلال اليومين الماضيين من إطلاق بعض السواريخ خارج الإزماء هذا ما أريد أن أسألك عنه أستاذ حمزة دعني فقط أن أضع هذه المعلومة في إطارها هذا حدث تكتب في أي مقدرة أو أي رغبة أو أي قدرة ليس رغبة أي قدرة على شن حرب بالشكل المباشر على غزة ولكن هذه الصواريخ التي أطلقتها مبيعين لداعش كما يقول الخبر كان حجة لإسرائيل بأن تشن غراتها على مواقع للجهاد الإسلامي ولحركة حماس يعني لجزء من المقاومة الفلسطينية هذا لا يمكن أن يكون مهيئة أو يمكن أن يكون مقدمة لحرب غير مباشرة هذه حجة أيضا لأن تقوم إسرائيل بشن عدوانها على غزة المواجهة قد تتضحرج في أي وقت والمفاجآت في مثل هذه المواجهات لا يمكن حسبانها ولكن لا يوجد إرادة سياسية لدى الاحتلال هذا هو الثابت بشكل أساسي أن يعود لأنه لا أهداف ماذا سيحقق من الهجوم على قطاع غزة مرة أخرى في الوقت الذي بات لديه قناعة الآن ولو تسمح لي مزيد من المساحة في قضية التي هي مبايعي تنظيم الدولة في قطاع غزة لا يمكن أو ما قاموا به من إطلاق صور الاحتلال يحاول استغلال الفرص للحد من تطور قدرات المقاومة وترتيب أوراقها فيستغل مثل هذه الظروف ولكن أيضا خلال اليومين الماضيين وصلت رسائل ساخنة لدى الاحتلال بأن المقاومة لا يمكن أن تصبت على ما يجري ولا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي في استهداف مواقعها فحاول الاحتلال تغيير تكتيكه في التعاطي مع قطاع غزة عبر إغلاق المعابر مع قطاع غزة وسرعان ما حاول اليوم مرة أخرى لمحاولة لتقديم بعض التسهيلات أي أننا نتحدث أي هجوم لن يكون له أهداف واضحة المنال ولن يستطيع أن يحقق أو يجلب نصر لدولة الاحتلال صورة الردع انتهت في قطاع غزة وصورة أن يخرج أي رئيس وزراء لدى حكومات الاحتلال بنصر من قطاع غزة هذا لم يعد وارد في ذهن الحكومة في ظل أيضا هذا الممكن أن نتحدث به في ظل أنها حكومة هشة نحن نتحدث عن 61 عضو كنيسة في هذه الحكومة أي أن لو أن حزبا أو أن عضوا من أعضاء الكنيسة المشاركين في هذه الحكومة استقال مباشرة تنهار هذه الحكومة ولو لاحظنا في يوم التصويت على هذه الحكومة تم إحضار أحد النواب العرب الذي كان لديه إشكالية مع الحكومة وهو النائب أيوب قرى النائب في كنيسة الاحتلال تم إحضاره من المستشفى لحضور الجلسة والتصويت على الحكومة أي أنها حكومة على المحك أي مطب قوي وأي صدام ساخن مباشرة قد تنهار هذه الحكومة ولكن برأيك أستاذ حمزة إلى أي حد هذه الحروب على العدوان على غزة ممكن أن يكون يشكل خطرا على هذه الحكومة هناك من يعتبر بعض التحليلات تقول بأنه مع هذا النصر بالمعنى الانتصار العسكري هو المطلوب أو أنه يعتبر انتصار المهم هو التدمير تدمير قطاع غزة تدمير البنى التحتية تدمير أي مواقع للمقاومة الفلسطينية هو المطلوب يعني أي انتصار ما عاد يهم هذا انتصار بحد ذاته الحديث عن تدمير ثم تذهب وتلجأ لتوقيع اتفاقيات تهدئة مع الفصائل الفلسطينية ومع فصائل المقاومة هذا لا يعد انتصار ولاحظنا كيف أن كثر الاستدراكات وكثر الحديث خلال الآونة الأخيرة عن النتائج وعن ما حققته نحن نتحدث عن بعض التغيرات الاستراتيجية في أليت التفكير في السابق الاحتلال بنية الاستراتيجية مبنية على الاستطان والتوسع الآن بدأ يعد خطط لإخلاء المناطق المغتصبات المحيطة والمحاذية لقطاع غزة في أي عدوان قادم أي أن فكرة الاستطان وفكرة الاستقرار لم تعد موجودة فأي نصر مباشرة هذه سيتم إخلاءه هذه ستشكل عليه ضغط الجبهة الداخلية لا تحتمل مثل هذه الأمور تدمير مواقع المقاومة هو لا يستطيع تدمير المقاومة لذلك أي مواجهة جديدة خلال المرحلة القادمة أي مواجهة لن تحقق له ما يريد بل على العكس ستزيد من فشله فهو لا يريد أن يبحث في هذه المرحلة عن صورة فشل جديد أو عن صورة مرة أخرى تعزز حضور المقاومة الفلسطينية في ظل أداءها المتميز خلال العدوان على قطاع غزة 2014 لذلك مثل هذه الأمور ويحاول أن يحافظ على حالة الهدوء الآن حتى الرسائل الذي يقوم بإرسالها مع المبعوثين المتكررين لقطاع غزة ودائما يحمل رسائل إسرائيل تريد الهدوء في قطاع غزة مقابل تقديم التسهيلات بعضهم كان يحاول أن يحمل اشتراطات على المقاومة الفلسطينية كوقف بناء الأنفاق الهجومية أو وقف تسلح المقاومة وهذه كانت مرفوضة منذ عام 2014 مفاوضات القاهرة التي جرت من أجل توقيع اتفاق التهدئ لذلك كل هذه المحاولات أستاذ حمزة عزم عن المقاطعة ولكن سنتوسع أكثر في الأذكار التي تقولها ولكن بعد أن نسمع إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم والتفاصيل أهلا بكم إلى هذه الجولة على بعض أبرز عنوين الصحف العربية التي ركزت بمعظمها على تصريح الحكومة اليمنية عن ضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن وليس التفاوض في مؤتمر جونيف وأيضا عن تقدم الجيش السوري والمقاومة في القلمون وعنوين أخرى نبدأها من صحيفة الوطن العمانية سوريا مؤتمر المعارضة يسعى لصيغة تنفيذية لجونيف وخلافات مع معارضي الخارج الحكومة اليمنية لقاء جونيف لتنفيذ 2216 وليس للتفاوض ننتقل إلى صحيفة الثورة اليمنية 121 غارة سعودية في سبع محافظات تخلف 75 شهيدا و145 مصابا تجسيدا لحقد العدوان وهمجيته المتجردة من الأخلاق والقيم أيضا في الثورة اليمنية الجيش واللجان الشعبية يقتحمون موقع الشرف السعودي قصفوا مواقع عسكرية للعدو السعودي بصواريخ النجم الثاقب ويتحرون القاعدة من عقبة الجوف الأمم المتحدة محادثات السلام الخاصة باليمن ستعقد بجنيف في 14 من يونيو الجاري ننتقل إلى الرياض السعودية استشهاد جنديين في ظهران الجنوب بثرة عرض مراكز حدودية لقذائف عسكرية الحكومة اليمنية ترفض تفاوض مع الحوثيين ذاهبون إلى جنيف لتشاوري لتنفيذ القرار 2216 الاتحاد الأوروبي يضم زعيم المتمردين ونجلة صالح لقائمة العقوبات وبالانتقال إلى صحيفة الوطن السورية عنونت الجيش والمقاومة يتقدمان في جرود الجراجير بالقلمون أحرز تقدما ملموسا باتجاه تدمر وبريف الحسكة والنصرة تتدعشن في إدلب البطاركة الأنطاكيون متشبثون بوحدة سوريا دعوا إلى ضرورة العمل على انتخاب رئيس للبنان مؤتمر القاهرة يبدأ أعماله واستنتقادات له من معارضة الداخل شكري يؤكد أن سيطرة التنظيمات الإرهابية على معظم سوريا يهدد المنطقة أما ما جاء في صحيفة العرب اليوم الأردنية تركيا تهز عرش أردوغان محكمة أمريكية تلغي السماحة للأمريكيين المولودين في القدس بتسجيل إسرائيل مكانا للميلاد أيضا في العرب اليوم الأردنية مواجهات عنيفة بين الحوثيين والمقاومة في ردع ننتقل إلى العراق مع الصباح الجديد العبادي في قمة السبع الكبار يدعو إلى اختصار زمن المواجهة مع داعش والرئيس الأمريكي يؤكد ثقته بهزيمة الإرهاب الشرطة الاتحادية تمسك الأرض في بيجي انطلاق عملية عسكرية كبرى لتحرير الشرقات والحويجة ونختم مع صحيفة البلاد الجزائرية القاهرة تتهم الجزائر بإشراك إرهابيين في المفاوضات الليبية الإخوان يثيرون خلافا حادا بين الجزائر ومصر بهذا العنوان نأتي لاختم هذه الجولة والآن عودة إلى آخر طبعة أستاذ حمزة يعني طبعا الخبر التركي ربما هو المتقدم على باقي الأخبار العربية وإن كانت أيضا كثيرة ومهمة وهيك سنتابع ما نستطيع من هذه الأخبار أولا موضوع تركيا والانتخابات في تركيا بشكل موجز يعني برأيك كيف يمكن قراءة هذه النتائج من قطاع غزة لا يوجد قراءة محددة من قطاع غزة تجاه هذه النتائج لأنها ملف قطاع غزة والقضية الفلسطينية حاضرة لدى عدد من الأحزاب التركية سواء كان هذا الأمر عبر العلاقات الجيدة مع حزب العدالة والتنمية أو بعض الأحزاب الأخرى أيضا هناك عندما نتحدث عن فوز الحزب الفرد يعني هذا المقصود عذرا عن مقاطعة أستاذ حمزة عذرا على المقاطعة أستاذ حمزة أبو شاء عذرا على المقاطعة ولكن فقط للتوضيح يعني هناك علاقات أكثر من جيدة بين حماس وبين قطار وبين تركيا يعني من وجهة هذه النظر كيف يمكن قراءة النتائج وهل يمكن لأي تأثير لها على حماس في القطاع أو في الخارج ربما ربما الاتصال انقطع مع الضيف حمزة أبو شنب من قطاع غزة سنذهب إلى فاصل ونعود مجددا معكم انتظرونا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر أعود وأرحب بضيفنا من قطاع غزة الباحث السياسي حمزة أبو شنب أهلا وسهلا بك أستاذ حمزة وأعيد طرح السؤال الذي طرحته عليه قبل الفاصل يعني من خلال علاقات حماس مع تركيا يعني وهذا الحلف الذي كان يتم الحديث عنه بين حماس وقطر وتركيا يعني هذه الانتخابات كيف ستنعكس عليه أو نتائج الانتخابات نحن لنكن أحد يتحدث عن حلف بمعنى الحلف إنما نتحدث عن علاقات جيدة ما بين حماس وتركيا وما بين حماس وقطر أو أي من الأطراف التي تتقاطع مع حركة حماس في بعض من سياستها أو تدعم الموقف الإنساني دمنا نتحدث لم يكن هناك أي مواقف مغايرة سياسية للحكومات التركية الحالية أو الذي ستتشكل فيما يخص حل الدولتين وهذا يتعارض مع استراتيجية وسياسة حماس لو نظرنا إلى الدعم التركي المقدم لقطاع غزة كله ينصب في الجانب الإنساني وجانب الخدمات الإنسانية بشكل أساسي حتى هناك جمعيات تركية معادية ولا تتقاطع مع حكومة وحزب الحرية والعدالة بشكل أساسي في قطاع غزة تعمل وتنشط في قطاع غزة أي أننا نحن نتحدث عن قضية فلسطينية عادلة الآن على الصعيد السياسي نحن أولا نيمكن الحديث عن نحن نتحدث خسارة الخسارة أو تراجع حزب الحرية والعدالة هو كان بعده بعد داخل أي أنه كان يطمح للحصول على ستين في المية أو أكثر من أجل تغيير وتعديل الدستور وليس من أجل أن يكون في تغير في استراتيجيته الخارجية والسياسة الخارجية في نهاية المطاف سياسة السياسة الخارجية تحكمها الدول بشكل أساسي وإن كان الحزب الحاكم يكون له التأثير الأعلى في مثل هذه السياسات على صعيد حركة حماس نعتقد أن يكون هناك تغير كبير كون أيضا أن الحرية والعدالة لن يكون خارج الحكومة ولا يمكن تشكيل حكومة تستطيع أن تكون خارج الحرية والعدالة سيكون إنعكاسات مثل هذه الأمور قد ربما على الملفات كالملف السوري سيتراجع الحضور هذا ما أريد أن أسألك عنه أستاذ حمزة نعم حضرتك تقول بأن لا تغيرات لا تأثيرات خارجية تتحكم فيها الدول ولكن تركيا هي حجر أساس في الموضوع السوري وفي الملف السوري لجهة هذا التدخل هناك من يعتبر بأن هذا التدخل لابد أن ينحسر وبأن حلب ستعود إلى سوريا بشكل أساسي كونه كان الحديث أن تركيا ستحتل حلب أنا لا أذهب لمثل الحديث عن احتلال تركيا لحلب أو نلاحظ الإشكالية القايمة في سوريا منذ أربع سنوات هناك صحيح دعم تركي للمعارضة في سوريا ولكن لم تصل هذه الأمور إلى أن يتم احتلال لا تدار علاقات الدول بهذه الطريقة كانت لمجموعات المسلحة وليس فقط لمعارضة أستاذ حمزة كان هناك تحريب اتهامات نحن عندما نتحدث نتحدث المعارضة بكل أشكال سواء السياسية أو المسلحة يعني جبهة النصرى وداعش من المعارضة نحن الآن لا أريد الخوض في مثل هذه التفاصيل نحن نتحدث عن الإشكالية قائمة بكل حتى الإشكاليات ومن أين خرجت مثل تنظيمات الدولة وجبهة النصرى هي نتيجة غياب الحرية ونتيجة غياب الديمقراطية في دول كالعراق وسوريا وانعكست أيضا على مصر يعني هي الحرية موجودة في كل دول الخليج لذلك لم تنعكس كثيرا لا طبعا دعنا لا نخوض في هذا المجال أستاذ حمزة دعنا لا نخوض في هذا المجال لأنه بالنسبة للحرية أستاذ بياء اسمحني فقط عذرا عذرا أستاذ حمزة لأنه موضوع الحرية والديمقراطية وموضوع مطاط جدا لا نريد أن ندخل به دول الخليج والمملكة العربية السعودية جزء من الأزمة العربية الراهنة بكل مكوناتها دعنا نتحدث عن الحرية والديمقراطية لدينا نماذج في المنطقة سواء كان لأعدائنا أو سواء لمن لهم علاقات تتحدث عن نموذج حتى في المغرب العربي الدول التي تجل ويتم انتخابات قياداتها بطرق ديمقراطية لم أقل أن دول الخليج تمتلك حرية لا على العكس السعودية هي جزء أساسي وإشكالية كبيرة في المنطقة العربية وهي سبب تراجع قضية فلسطين وانحصار قضية فلسطين وهي التي طرحت دعمة عملية مدريد وهي التي طرحت المبادرة العربية للسلامة التي نرفضها والكل الفلسطيني المقاوم يرفض مثل هذه الأمور ولكن نحن نتحدث عن حالة عربية الجميع يشهد مثل هذه الحالة العربية على كل حال كان السؤال لماذا لا تظهر طالما غياب الحرية هذا كان النقاش على هذا الموضوع على كل حال دعنا نذهب إلى الحدث اليوم لنتوسع أكثر في النقاش إلى الحدث اليوم والتفاصيل أسفير تقاربا بين حماس والقاهرة وإسرائيل تؤيد يجري الفصل بين قطاع غزة والدفقة الغربية على أرضية اختلاف نظامي الحكم فيهما ويزداد تقبل الجميع لذلك وبعدما صارت القيادات العسكرية الإسرائيلية تردد أن قدرة حماس على السيطرة في غزة ومجابهة المتطرفين الإسلاميين مصلحة إسرائيلية تتجه القاهرة نحو هذه الفكرة ولو على نحو متردد وبرغم إنكار جهات في حماس صحة هذا النبأ أكدت مصادر مطلعة في حماس للصحيفة حدوث لقاء مطول قبل عودة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق إلى غزة مع عدد من كبار قادة الاستخبارات المصرية وجرت خلال لقاء مكشفة مطولة ومناقشة مستجدة للاتهامات التي تريد في الإعلام المصري ضد حماس ودورها في سيناء وأوحت المصادر بأن الأجواء كانت إيجابية وأن لا اتهامات شبدية لدى الأجهزة المصرية للحركة وأن الأمور تتجه نحو التلطيف الأجواء بين الطرفين لوماند غزة حماس أمام تحدي السلام والمصالحات الوطنية حماس ليست مصدر الصواريخ التي أطلقت أخيرا من غزة مثل هذه المبادرات المعزولة لا تخدم مصالح الحركة بل تعزل التوترات بين الجماعات الإسلامية المسلحة عملية إطلاق الصالوخ الأخيرة تبنتها جماعة تدعى أنصار الدولة الإسلامية في القدس حماس التي أضعفتها عملية الجرف الصامد لا تبحث عن مواجهة مع إسرائيل منذ شهرين يذكر الإعلام اتصالات سرية بين حماس وإسرائيل ما أغضب الرئيس محمود عباس هذا الأخير يشتبه في أن تكون إسرائيل ترسخ الفجوة بين غزة والضفة الغربية بهدف منع قيام دولة فلسطين من الصعب تصور حصول اتفاق علني بين حكومة بن يمين نتنياهو وحماس لكن مواصلة النقاش غير الرسمي بشأن تبادل السجناء وتخفيف الحصار مقابل سلام على فترة طويلة تعد مثيرة للاهتمام بالنسبة إلى الطرفين بحسب مصدر أوروبي الحياة مشهد معقد في تركيا بعد خسارة العدالة والتنمية الغالبية عادت تركيا إلى أيام الحكومات الائتلافية بعدما خسرت حكومة العدالة والتنمية الغالبية في الانتخابات التشريعية لكنها وجدت نفسها أمام مأزق استحالة تأليف حكومة بلا هذا الحزب في المقابل يدور الحديث في كواليس أحزاب المعارضة عن احتمال استخدامها سيفا في وجه سيف أردوغان يتمثل في تحريكها لملفات الفساد مجددا وفتحها محاكمة أربعة وزراء سابقين في حكومة حزب العدالة والتنمية بتهم الفساد وكشف تقارير كثيرة لهيئة الرقابة المالية التي سبق أن منعت الحكومة عرضها على البرلمان يراهن البعض في المعارضة على تمرد قادة داخل حزب العدالة والتنمية ويدور الحديث في كواليس الحزب الحاكم عن التوقيت الذي ستعل فيه الأصوات المطالبة برفع يد أردوغان عن الحزب وبانتخاب زعيم جديد بدلا من داوود أغلو وإجراء إصلاحات جذرية في سياسات الحزب أستاذ حمزة نبدأ مما ذكرته صحيفة السفير اليوم تقارب بين حماس والقاهرة وإسرائيل تؤيد هذا التقارب طبعا هذا الكلام معطوف على ما نشرته صحيفة اليوم السابع حماس تقول كل بديلة عن مصر لإتمام المصالحة مع فتح وإنهاء انقسام غزة والضفة إلى أي حد هذا الكلام ممكن أن يثمر بشكل جدي في موضوع المصالحة في موضوع الإشكالات العالقة بين الضفة وبين غزة وأيضا في موضوع غزة ومصر تحديدا بداية أبدأ في موضوع غزة ومصر هناك منذ فترة بعد الرسائل التي رسلتها جهاز المخابرات المصرية إلى حركة حماس سواء عبر وسطاء عرب أو عبر وسطاء فلسطينيين أو في اللقاء المباشر التي جمع الدكتور موسى أبو مرزوق مع المخابرات المصرية أثناء عودته إلى قطاع غزة هذه الأحاديث مرتبطة بمجموعة إجراءات هناك إشكالية في قضية سيناء قضية سيناء إشكاليتها أنها كانت في السابق تدير الملف الأمني في منطقة سيناء هي المخابرات المصرية العامة ولكن بعد ذلك تم إدارة الملف من قبل المخابرات الحربية المصرية ومخابرات السخبرات الجيش المصري والتي تسببت بما تسببت فيه من أزمات الآن خلال فترة حكم المجلس العسكري وخلال فترة التي حكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي مصر كان هناك بعض التعاون بين حركة حماس وبين الأجهزة الأمنية المصرية لضبط الأوضاع في سيناء بما يمتلك كل منهم بعض المعطيات والمعلومات هذه الإجراءات ما بعد ما جرى من الثالث من يوليو في مصر وما جرى من أحداث تم قطع الاتصالات مع حركة حماس واعتبرت حركة حماس عدو للنظام القائم في مصر فيما أوقف مثل هذه الإجراءات وأيضا الإشكالية الأساسية في مثل هذه الملفات ترتبط بأن مصر تحاول أن تجر قدم حركة حماس إلى التعاون في موضوع سيناء أي أنها تريد أن ليس فقط موضوع تعاون هي تتحدث لديها كان مجموعة من المطالب مثل هذه المطالب تنعكس على أن وكأن حماس تتذخل في أشياء المصري وهذا ما كان يتم رفضه الأمر الثاني والمهم لدى جناح قوي في حركة حماس في ظل تطوير العلاقة مع مصر أن مصر هي الآن تحارب خط إمداد المقاومة في قطاع غزة أي في السابق كانت منطقة سيناء هي حديقة خلفية للمقاومة الفلسطينية بكافة تشكيلاتها وليس بحركة حماس الإشكالية في قطاع غزة وموضوع المقاومة لا يقتصر على الموقف السياسي من حركة حماس إنما يقتصر على إجراءات تمنع وتحد من وصول السلاح للمقاومة الفلسطينية سواء لحركة حماس أو الجهد الإسلامي كونهم الفصيلين الرئيسيين المقاومان في قطاع غزة الآن يحاول تلطيف الأجواء ليس الموضوع مصر لديها قلق من الزيارات المتكررة للأوروبيين لقطاع غزة وأيضا لديها حاجة في أن يكون لديها تعاون مع حركة حماس فيما يجري في سيناء أي هذان الملفان يشكلان بوابة للدخول المصري على قطاع غزة ولا تريد أن يسحب البساط من تحت أقدامها في قطاع غزة كون قطاع غزة يشكل عمق أمني وإستراتيجي لمصر هذه الجانب أيضا على صعيد حركة حماس حركة حماس تعيش حالة من الحصار الشديد الخانق الذي يفرض على قطاع غزة أيضا بالذات من الجانب المصري وإغلاق معبر رفع وشكل حالة من الضغط الشعبي الرافض لمثل هذه الإجراءات فمصر تريد أن تدخل من مثل هذه البوابات لا أعتقد في المستقبل القريب جدا أن يكون هناك تطور جدي في مثل هذه الأمور مصر غابت عن ملف المصالحة ومصر غابت أيضا عن ملف هل يمكن أن تعود لملف المصالحة أستاذ حمزة يعني خصوصا هناك دخول لموسكو على هذا الخط خط أول شيء بين مصر وبين حماس يعني هل يمكن لهذا الدور أن ينجح أيضا ممكن أن تعود مصر إلى خط المصالحة بين حماس وبين فتح الحديث عن المصالحة أيضا هناك إشكالية لدى النظام المصري في موضوع علاقته مع السلطة الفلسطينية أو علاقته مع حركة فتح مصر منذ ما جرى من أحداث في الثالث من يوليو تضغط على السلطة الفلسطينية من أجل إجراء مصالحات داخل حركة فتح هذه الورقة بشكل أساسي تؤثر على انعكاسها على ملف المصالحة لأن مصر تريد مصالحة فتحوية قبل أن تنتقل إلى مصالحة فلسطينية ما بين حركة حماس وحركة فتح نحن ندرك أن الإشكالية عميقة ما بين الرئيس محمود عباس وطيار النائب المفصول من حركة فتح محمد دحلان مصر تولي أهمية أكثر في مثل هذا الملف وترتيب هذا الملف في هذا الوقت الراهن على حساب ملف المصالحة الفلسطينية هناك حالة من العداء الأيدلوجي يتترسخ لدى العديد من أركان النظام الحاكم كون أن قم قلت الإشكالية سطوة المخابرات أو سيطرة المخابرات الحربية على الكثير من الملفات وكان من ضمنها ملف حركة حماس في الجانب المصري أيضا هذا ينعكس بالسلب على طبيعة التفاهمات لذلك لا أعتقد أن نشهد في المستقبل القريب قد نشهد بعض التقدم ولكن لن يكون تقدم جوهري في ظل أيضا ملفات الحساسة هناك موقف وكان هذا موقف واضح من الجهاز العسكري لحركة حماس من مصر خلال العدوان على قطاع غزة وهناك استياء شديد لدى شريحة واسعة داخل حركة حماس من أداء مصر خلال عدوان 2014 لذلك هناك البعض يتحدث بشكل واضح لا يمكن مصر أن تكون طرفا نزيها ما بين الاحتلال وكتائب القسام في ملفات كملف تبادل الأسرة أو ملف تثبيت التهدئة لذلك أعتقد الأمر يحتاج إلى بعض من الوقت لمزيد من الترتيب أو يحتاج إلى مزيد من الوقت إلى أي حد قد يفيد التنسيق بين غزة وبين مصر خصوصا كما تحدثنا قبل الفاصل ولم نصطفد كثيرا بهذه النقطة أيضا في كلام عن وجود لداعش في غزة وهذا ما يدفع إسرائيل لأن تتحجج بأن تقصف بعض المواقع للجهاد وحماس الحديث عن وجود مواليين لداعش في قطاع غزة هم يحاولوا أن يصوروا أنفسهم بهذا الشكل لماذا يحاولوا أن يصوروا أنفسهم هؤلاء لو عدنا إلى تاريخ هؤلاء جل هؤلاء هم لديهم إشكاليات داخل فصائلهم الفلسطينية لا يوجد الفكر السلفي الجهادي غير منتشر في قطاع غزة عبر ما جرى للحظة يعني لديهم مشاكل عذرا أستاذ حمزة فقط لنفهم الوضع كما هو يعني هذه نقطة مهمة جدا جدا يعني هؤلاء لديهم مشاكل لدى فصائلهم يعني هم إلى أي فصائل ينتمون فصائل فلسطينية وانشقوا عنها أو خرجوا منها أم ما زالوا داخل هذه الفصائل لا لا هم عندما نتحدث لديهم أي أنهم تم فصلهم من فصائلهم المقامة هم كانوا ينتموا إلى مجموعة جزء ليس باليسير كان ينتمي إلى آلوية الناصر أو إلى كتائب القسام أو حتى إلى صرايا القدس أي أنهم مجموعة من التشكيل بعض منهم تأثر ببعض مقاطع الفيديوهات التي تبث عبر مواقع اليوتيوب لما يجري في العراق وما يجري في سوريا ولكن كظاهرة هذه ظاهرة لا نتحدث عن ظاهرة نما نتحدث عن بعض الأفراد الإنفعاليين وهذه مسيطرة عليها المواجهة الأبرز التي كانت ما بين السلفية الجهدية وما بين الأجهزة الأمنية في قطاع غزة كانت عام 2009 حتى ليس لهم ارتباط خارجي حتى نتحدث في هذه الأمور لم يصدر في عام 2009 أي بيان إدانة من قيادات لدى القاعد أو من قيادات موالية للسلفية الجهدية في العالم الخارجي في قطاع غزة يوجد ثلاث أنواع للسلفية هناك السلفية الموالية للرئيس محمود عباس وتعتبره هو ولي الأمر وهناك السلفية المقربة للمدرسة السعودية والتي تمارس أنشطة عبر الجمعيات وهؤلاء السلفية والذين يعتبرون نفسهم هم سلفية جهدية ولكن لا ينتمون بشكل حقيقي للسلفية الجهدية هؤلاء يحاولوا القضية ليس في تركهم كان في السابق أن لا يؤثر حراكهم ولكن هم حاولوا زعزعة الأمن الداخل لبعض العناصر من خلال زرع بعض العبوات أو بعض الأنشطة التخريبية في قطاع غزة فتم ملحقتهم فنحن نتحدث عن أفراد انفعليين هؤلاء الأفراد لا يمتلكون رؤية حتى بالفكر العقائدي لو عدنا إلى البيانات التي صدرت منهم هي بيانات تحمل حس وطني ولا تحمل بعد ولكن دائما هكذا تبدأ هذه المجموعات هذه المجموعات غالبا ما تبدأ ببعض العناصر الذين يكونون في أي فصيل أو في حزب أو في تيار أو في حركات ثم يشكلون فيما بعد يستقطبون أكثر فأكثر حين يتم الحاجة فعلا إليهم في هذا الموقع لا لا أنا قلت نتحدث عن أفراد قليلين لا نتحدث عن كم العدد أفراد قليلين أستاذ حمزة كم العدد تقريبا نحن في قطاع غزة نتحدث عن أعداد لا تتجاوز المائة شخص هذه القضية ولكن هي قضية إطلاق السواريخ أو تصديع العبوات لأن بعض منهم يمتلك خبرة في مثل هذه الأمور لأنه كان يعمل في فصائل المقاومة حتى يمكن العدد الماء يكون أيضا فيه نوع من المبالغة مقارنة بحضوره هذا المنهج غير مقبول في الساحة الفلسطينية منهج التكفير الآخر هذا منهج منبوذ داخل المجتمع الفلسطيني ككل قطاع غزة مجتمع محافظ وسطي لا يمكن لأي أفكار متشنجة أو انحرفات فكرية أن تنمو في المجتمع الفلسطيني وهي منبوذة حتى من أقرب المقربين لمثل هؤلاء الذين يحاولوا تبني مثل هذه الأفكار ولو عدنا قلت لك هم لم يحملوا جزء كبير منهم لا يحمل الأفكار إنما هو لديه فقط إشكاليات ولديه بعض الخلافات يحاول الانتقام أو يحاول إفتام النفس مرة أخرى لو تحدثنا في عدوان 2014 أين هؤلاء كانوا لا يوجد لهم حضور لأنهم لا يشكلون حال هذا المأخذ دائما على هذه الجماعات بأنها لا تقاتل إسرائيل ولا تقاوم إسرائيل بل هي تذهب دائما إلى الدول التي تدعم المقاومة بشكل أساسي على كل حال الحديث عن هذا الموضوع يثبت أكثر فأكثر أستاذ حمزة بأن الموضوع في ظهور هذه الجماعات لا علاقة له لا بالديمقراطية ولا أيضا بالحرية وكل المواضيع السياسية التي يتم الحديث عنها سنتابع النقاش ولكن بعد أن نستمع إلى أبرز مجاء في صحف الإسرائيلية اقرأ إسرائيل والتفاصيل يدعوت أحرنوت مقدسي لا إسرائيلي القدس ليست جزءا من إسرائيل هذا ما تبين على الأقل من قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة التي رفضت أمس أن تسجل القدس مكان ولادة مواطنين أمريكيين ولدوا في إسرائيل قرار المحكمة العليا تخذ بأغلبية ستة قضاط مقابل ثلاثة في إطار عملية قضائية تقدم بها زوجان يهوديان أمريكيان طالبا وزارة الخارجية الأمريكية بتسجيل إسرائيل مكان ولادة ابنهما على جواز سفره كما أن اتخاذ القرار بأغلبية ستة قضاط مقابل ثلاثة من بينهم ثلاثة قضاط يهود يعني أن الحديث يدور عن فوز كبير لإدارة أوباما ضد محاولات الحكومة الإسرائيلية الالتفاف على البيت الأبيض والعمل مع الكونغرس في موضوع الاتفاق النووي مع إيران معارف مصيضة غزة إسرائيل وحماس تتصرفان وفق السيناريو المكتوب ليست المرة الأولى التي تجد إسرائيل نفسها فيها في مصيضة غزة فحركة حماس تصارع دفاعا عن بيتها في وجه الثائرين عليها ولسيما التنظيمات الإسلامية المتطرفة من المدرسة السلفية حيث أعلن أحدها مبايعته داعش فيما أعلنت حماس في الأسبوع الماضية حربا شعوى على هذه التنظيمات وردا على حماس أطلق ناشطون سلفيون صواريخ باتجاه إسرائيل بالنسبة إليهم هم يصيبون عصفرين بحجر واحد يمسون بإسرائيل ويستفزونها كي ترد على حماس الأطراف الضالعة ولسيما إسرائيل وحماس تعي تعقيدات الوضع لكن كما في السيناريو يحرصون على أداء دورهم الذي كتب لهم حماس تحاول لجم داعش الذي يهدد مكانتها وسلطتها وسيادتها في القطاع فيما إسرائيل غير القادرة على التسليم باستمرار إطلاق الصواريخ المتقطع ترد بإطلاق النار وبالهجمات التي ترمي إلى تحقيق هدف مزدوج نقل رسالة تفيد بأنها تعود حماس مسؤولة عن القطاع واستغلال الفرصة للمس بمنظومتها العسكرية الطرفان إسرائيل وحماس غير معنيين بالتصعيد لكن إذا استمر إطلاق الصواريخ فقد تجد إسرائيل نفسها في معركة جديدة بعد عام على المعركة السابقة وذلك على عكس رغبتها ومصالحها الأمنية أستاذ حمزة أبدأ بموضوع العلاقات التي شيئا فشيئا تذهب إلى العلم بين بعض الدول العربية وبين الاحتلال الإسرائيلي أو بين إسرائيل هنا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين خالد البطش تساءل انتقد اللقاء الذي تم بين المدير العام المرتقب لوزارة الخارجية دوري جولد السورة الخارجية الإسرائيلية دوري جولد مع اللواء السعودي المتقاعد أنور عشقي الخميس الماضي في معهد المجلس للعلاقات الخارجية في واشنطن وتساءل البطش كما كتب على صفحته في الفيسبوك ماذا يريد الأشقاء السعوديون من الكيان الصهيوني وما سر هذه الهرولة وهذا الانفتاح على عدو الأمة اللدود إسرائيل برأيك هل ممكن أن نسأل السؤال ماذا تريد السعودية من علاقاتها مع إسرائيل هذا بداية أن تصل الأمور وإن كان هذا اللقاء غير رسمي لكن أن يكون مقبولا بهذا الشكل أعتقد هو نتاج لسياسة السعودية المتواصلة في التراجع في الملف الفلسطيني أي أن سبب تراجع الملف الفلسطيني في كثير من المحطات وكثير من المفاصل هي المملكة العربية السعودية عبر طرح المبادرات وعبر تأييد المبادرات الآن الحديث الإشكالية أن يتم اعتبار إسرائيل كمساند في أي عداء هناك يكون في كل المناطق عداء إقليمي ولكن هذا طبعا مؤشر خطير أنا لا أعتقد أن يكون هناك تطور أكثر في هذه العلاقات ولكن للأسف هناك بعض الانسجامات في بعض المواقف وأن كان وبعض التقاطعات على حساب قضية فلسطين وعلى حساب مشروع المقاومة في فلسطين الذي يتأخر والذي يحاصر من بعضه وهذا كان واضح خلال عدوان 2014 على قطاع غزة المواقف السلبية لعدد من الدول الخليجية كان موقفا واضحا تجاه ما يجري وتجاه دعم قطاع غزة لا أعتقد أن تتطور الأمور أكثر من ذلك ولكن هذا لا يعني أن هناك تقاطعات بينهم وأنهم يعتبرون أن إيران عدوا لهم هذه إشكالية خطيرة هناك بعض الخلافات ما بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وبين المملكة العربية السعودية ولكن لا يمكن أن يتم استبدال إسرائيل بأن تكون موالية في مثل هذه أو مشاركة في مثل هذه العداءات في هذه الملفات الإقليبية يجب أن تترتب بعيدا عن مثل هذه الأمور حتى ولو تصاعدت الخلافات إلى ما وصلت إليه ولا يمكن لكن هذا باعتبار مؤشر خطير أن يتم التفكير بأن تكون إسرائيل تستفيد من الصراعات الموجودة داخل الإقليم لتنمو وتزدهر وتقوى على حساب المشروع العربي طبعا لا يوجد مشروع عربي واضح إنما هناك غياب واضح للمشروع العربي والرؤية العربية المشتركة ولكن هذا كله على حساب قضية فلسطين بشكل أساسي حضرتها تقول بأنه لا تتوقع أن يكون هناك استمرار لهذه العلاقة ولكن كل المعلومات التي قيلت يعني حتى قيلت من مصادر موثوقة وهناك من اعتبرها بأنها تسريب للمعلومات أكثر منها تحليل أو لإعلان هذه المعلومات أن هناك هذا التنسيق موجود منذ زمن بعيد حتى يعود إلى أيام الرئيس الراحل المصري جمال عبد الناصر يعني خصوصا في اليمن حين ذهب إلى اليمن هذا أولا ثانيا هذا الكلام يعني برأيك كل هذه العلاقات التي تطفع على السطح وكل هذه العدوات والحدود التي ترتسم بين الدول سياسيا على الأقل ألا تؤشر أو هل تؤشر إلى فعلا هناك يعني خطوط تماث ترسم لحرب إقليمية قد تكون عالمية ثالثة وليس فقط إقليمية لا أتوقع أن يكون حرب أنا قلت لا يمكن أنا قلت قد لا تتطور ولم أقل قد تتوقف عند أنا قلت قد لا تتطور أكثر من هذا ولكن قلت هناك تقطعات كبيرة جدا ما بين السعودية وهناك شبه لتحدث وأنك لم تكن تفاهمات على الطاولة عندما تتم شن عدوان على قطاع غزة لمدة 2.51 يوما دون موقف جدي هذا هو تاريخ السعودية كما حصل في العدوان على لبنان يعني في عدوان 2006 يعني هذا قديم جدا صحيح وليس فقط صحيح أنا قلت منذ من دعم التوجه إلى مدريد كانت السعودية أحد الداعمين والرعيين للتوجه إلى مؤتمر مدريد وقلت أن إشكالية قضية فلسطين تتلخص في الموقف السعود الذي دائما ما يأخذ العرب خطوة إلى الوراء بدل أن يتم أخذهم خطوة إلى الأمام وكلما تصاعدت المقاومة الفلسطينية يتم طرح مبادرات لاستعابة كان سواء عبر المبادرة مدريد للسلام أو المبادرة العربية التي جاءت في أوج انتفاضة الشعب الفلسطيني برأيك أستاذ حمزة أستطيع أن أقول نعم برأيك أستاذ حمزة إلى أي حد التغيرات في الحكم في السعودية سيساهم أيضا في أن تكون هذه العلاقات متطورة أكثر عن السابق ما المانع من أن تتطور هناك موانع انعكساتها داخلية على السعودية أكثر من انعكساتها خارجية هناك ندرك أن جزء من الصراع الطائفي هو التأجيج من بعض الخطباء وبعض المشايخ لا يمكن السعودية أن تتحدث بشكل واضع عن علاقات مع إسرائيل لأن ذلك سينعكس داخليا على جمهور واسع داخل المملكة العربية السعودية أعتبر أن إسرائيل عدو ولا يتقاطع مع إسرائيل ولكن هذه التأجيج الجهاد والإعلان الحروب بالصبغة الطائفية قد ينعكس على الوضع الداخلي لذلك سيكون هناك حذر هناك خطوط عامة للسياسة السعودية لا يمكن أن تتجوزها بشكل عام حتى ولو تغيرت القيادات السعودية وإن كان النظام الملكي في السعودية يعتمد بشكل أساسي على شخصية الملك ولكن هناك خطوط عامة السعودية لا تتجوزها بالنسبة لقضية فلسطين السعودية تعتبر أن الحلول عبر المؤسسات الدولية هي حل لقضية فلسطين الآن السعودية في ظل التطورات المتلاحقة ولاحظنا كيف أعلنت الحرب على الثورات العربية وكيف تم دعم إسقاط أول تجربة ديمقراطية في مصر وكيف كان دورها سلبي أيضا في تونس من أجل إفشال لأن السعودية وأيضا توتر العلاقات مع إيران لا ينبع من إشكالية مع إيران أو ذات بعد طائفي بقدر ما هي تنبع من إشكالية أن السعودية لا تريد أن ترى نظاما ديمقراطيا في المنطقة العربية ينمو ويجدهر لذلك تسعى إلى إفشاله توتر العلاقات مع إيران توتر العلاقات ومجرى ضد الإخوان المسلمين في المنطقة العربية هو ناتج أن مثل هذه الثورات ستنمي جيلا جديدا لديه تفكير آخر وتفكير أكثر تطورا هذا التفكير الثوري ينبلي على الحرية وعلى بناء الديمقراطيات وبناء حرية الشعوب والخروج من العباءة الأمريكية في المنطقة التي تسيطر على المنطقة منذ عقود دعني فقط أستاذ حمزة أن أختم معك بموضوعي لم نستفد بالإجابة عنه وهو موضوع تأييد إسرائيل إلى التقارب بين حماس وبين مصر وهنا في رد فعل مفاجئ كما جاء في صحيفة السفير عقب رئيس شعبة التخطيط في الجيش الإسرائيلي الجنرال نمرود شفر على الأنباء حول تحسن العلاقات بين مصر وحركة حماس مباركا التعاون بينهما ضد الجهات السلافية في سيناء كيف يمكن تحليل هذا الموقف هذا موقف إعلامي لا موقف دعائي غير مبني على معلومات المعلومات التي لدي لا يوجد هناك التطور الذي يصل للحد في هذا الموضوع ولكن أيضا إسرائيل معنية بأن تكون العلاقات ما بين حماس لا تصل إلى القطيعة التامة لأن إسرائيل تستشعر أن الجانب المصري في بعض المراحل يريد أن يحملها مسؤولية أوضاع قطاع غزة ولكن إسرائيل في مثل هذه الحالات والاحتلال يسعى لأن تكون مصر أيضا جزء من التكريس ورفع وتيرة العداوة بدل من تصبح عداوة بين مصر وقطاع غزة يريده في مثل هذه الملفات لأنه عندما يتم الحديث عن معمر رفح أو يتم الحديث عن أي إشكاليات في قطاع غزة مصر أيضا هو يحتاج إلى راعي لديه مصالح في قطاع غزة عندما نتحدث عن وسطاء آخرين ممكن أن يتدخلوا في أي ملف يكون تأثيرهم أقل حدة من تأثير الجانب المصر التي يرتبط بعلاقات جغرافية ويرتبط ببعض أمن قوة حركة حماس نعم أستاذ حمزة للأسف الوقت انتهى شكرا جزيلا الباحث السياسي حمزة أبو شنب كنت معنا من قطاع غزة شكرا جزيلا على حضورك وعلى مشاركتك وأيضا الشكر لكم مشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح الغد اشتركوا في القناة